كيف يعمل سفيد كماري السفيد الفيكرة خطوات سهلة أ second سوف نضيفا اللون GALOR으로 اللون الانتقالية يكون اللون الذي هاه adolescent يكون اللون فتح من بعدها نختار بقلب يلمع من القact بقلب الكريس م parting من بعدها من غميك عن Monsieur بلون كم اع conflicts عين بلنجف ỗi غميك بر coalition كل ما من غميكرج كل ما من ظغر من بعدها ننتقل لحيلة قص الجفن مناخد كنسيلر وافر شاية الكنسيلر كمانا اللي بتكون سنتا تاك لنا قدر نقص فيها الجفن منطبق الكنسيلر على اول جفن العين او على زابية العين من قدام بس ما منعليه منحطه شوية هيك على الواطئ ومناخد اي براش او قلم عندكم منحط على العينتين ومنطلع هيك بالنص يعني منحطها بنص بين العينتين ومنطلع لفوق حتى نشوفوا حدود الزابية الادمنية لوان ومن بعدها منسير منبلش منطبق الكنسيلر على الجفن المتحرك بس ما منعليه لفوق لانه بدنا نعلن فتح عيننا لحتى نقدر نعرف وين حدود الكنسيلر منحطه على نص الجفن المتحرك ومنزبك العين من برا وازا بدي الكات كريس يكون مفتوح انا بحب اعمل كأني عم برسم ايلينر بس بالكنسيلر ومن بعدها طبق اللون اللي بديه على الجفن المتحرك محل مؤسلنا الكات كريس وبعدها منطبق اللون على الجفن المتحرك اذا حبنا نغمق شوي محل مؤسلنا الكات كريس فيها ناخد برش كتير صغيرة ورفيعة وناخد اللون الغامق ونحدد فيه الكات كريس هيك بتبين كمانا احلى ومن بعدها منحط اكيد الايلينر منحط الماسكرا او اللاشز متل ما انتو بتكون منطبق كمانا لون على خط الرمش من تحت ومنخليه مفتوح ما منسكره على زاوية العين بالاخر ان ذات سيت وهيك ما نكون عملنا كات كريس بخطوات كتير سهلين ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتتركوا لي رأيكم بالتعليقات